هي الأزمة الأخطار منذ نهاية الحرب الباردة فطبول الحرب تدق من جديد بين روسيا والغرب بالتزامن مع تصعيد يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحشد جيش بلاده عند الحدود الأوكرانية فهل ستشعل أوكرانيا شرارة حرب عالمية جديدة؟ سؤال لم تتوقف الأوساط السياسية والصحفية عن طرحه مع تفاقم الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام فوفقا لمجلة ناشونال انتريست الأمريكية فإنه خطر نشوب حرب عالمية ثالثة بين روسيا والغرب ما زال محدقا ويمكن أن يشعل شرارته أي صراع مسلح في أوكرانيا ولو عن طريق الخطأ في ظل رغبة بوتين الجامحة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء نطاق النفوذ الذي كان يتمتع به الاتحاد السوفيتي قبل انهياره وعلى الرغم من استمرار فشل المفاوضات بين موسكو وواشنطن تطرح المجلة الأمريكية تصورات عدة يمكن أن يقدم فيها الغرب تنازلات لموسكو لتخفيف حدة التوتر قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية أبرزها توفير ضمانات لموسكو تقضي بألا تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوتين في حلف الناتو لسيما وأن بوتين يخشى أن تؤدي إقامة نظام ديمقراطي ناجح في أوكرانيا إلى انعكاسات تمتد أثارها إلى روسيا وتقوض سلطته أما في حال إثارة غضب روسيا المهددة بخطر عقوبات غربية اقتصادية غير مسبوقة فيمكن لموسكو الرد وفق المجلة باستخدام ورقة الطاقة ضد أوروبا وهو ما يفسر موقف ألمانيا المعتدل نسبيا تجاه هذه الأزمة نهيك عن احتمالية لجوء موسكو إلى خيارات أخرى كأعمال القرصنة الإلكترونية التي لطالما أرقت دولا عديدة كالولايات المتحدة كما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وخلصت نشيونال انتريست إلى أنه لا بد من جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات حيث لم يعد هناك متسع من الوقت لا سيما وأن الحرب العالمية الأولى نشبت بسبب طلقة واحدة فقط